أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد أصدرت قرارا بعنوين اللجان الانتخابية في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قبلت أوراقة رشح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح عبدالساند يماما رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم